ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المسؤولين الأمنيين من مختلف الأجهزة الأمنية حيث تم مسح مصرح الجريمة ليتبين بعد ذلك أن الضحية تم دبحه بطريقة بشعة من الوريد إلى الوريد وعلى بعد أمطار قليلة من جتته تم العطور على سلاح أبيض يشتبه بكونه سلاح الجريمة وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية كشفت أن الضحية مهاجر سابق بالضيار الإسبانية يبلغ من العمر قيد حياته 30 عاما حاصل على الإجازة استقرى بمدينة الجديدة قبل مدة في البيت الذي تم العطور عليه فيه وهو البيت الذي اكترىه قبل مدة وقالت المصادر أيضا لماروك أخبار يومية أن بشعة الجريمة استدعت حضور رؤساء المناطق الأمنية بالمدينة ورئيس الاستعلامات العامة بولاية أمن الجديدة حيث تم فتح تحقيق معمق بهذه الجريمة في حين تم نقل جتة الضحية إلى مستودع الأموات قصد إجرائها تشريح طب تحت إشراف النيابة العامة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية